وسط محاولاته للسيطرة على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا يصعد الاتحاد الأوروبي من إجراءاته ضد شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية المصنعة للقاح مضاد للفيروس فقد حذرت المفاوضية الأوروبية مجددا من أن أسترازينيكا لن تتمكن من تصدير اللقاح أو من تصدير أي من جرعات لقاحها المصنعة على الأراضي الأوروبية قبل أن يتسلم الاتحاد الأوروبي شحناته المتأخرة أولا وأعلنت المفاوضية الأوروبية إدخال التعديلين على الآلية الحالية لمراقبة الصادرات بهدف إيجاد حل للاختلالات وضمان إمدادات الدول الأوروبية الآضاء في الاتحاد باللقاحات طالبت المفاوضية الأوروبية شركة أسترازينيكا باحترام العقد الذي أبرمته مع الدول الآضاء بالاتحاد الأوروبي والذي يقضي بتسليم 300 مليون جرعة مع احتمال توفير 100 مليون جرعة إضافية وبدلا من تسلم 100 مليون جرعة بنهاية مارس الجاري من المتوقع أن يحصل الاتحاد الأوروبي على 40 مليون جرعة فقط بنهاية مارس طبعا بعد تخلف الشركة مرارا عن تسليم الكميات المتعاقد عليها مع الأوروبيين في ردها على قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن لقاح أسترازينيكا سارعت بريطانيا إلى التنديد بالإجراءات وحذرت من عواقب ما وصفتها بالحواجز التعصفية وليست الأزمة بين الاتحاد الأوروبي وأسترازينيكا فحسب وإنما هناك خلاف داخل الاتحاد نفسه بسبب ما تعتبره بعض الدول توزيع غير عادل أصلا للجرعات فهناك الدول أوروبية حضرت من أن النظام الحالي سيؤدي إلى خلق تفاوت شاسع ولا يمكن معه بأي شكل من الأشكال السيطرة على الوباء